السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أنا أسف طبعا على التاخير كعادة المصريين يعني لم أحب تأخر حقيقة لكن كنت أحضر قليلا حياة كده وكنت أضبط الشاشة لكي أريد أن أريكم فعلي لا أتكلم فقط عن ما بين الكاميرا الذي قدامه والوارا ونحن نعمل كما ترون عنوانا المحاضرة سنتحدث عن الشراء عن طريق الإنترنت أو الاستيراد سواء أنت تشير حاجة شخصية أو تستورد وهنفوكس على علي إكسبرس وهنقول على الأسباب كلها أنا أريد أن أتأكد أن الصوت جيد يعني إذا كان هناك مشكلة في الصوت يجب الناس تقول لي هذا كده الصوت تمام طيب الصوت كويس جدا كويس طيب ده خالد مزجا خالد طيب أحنا عايزين بس نقول الأول احنا المحاور اللي احنا قلنا هنتكلم فيها كويس أول حاجة كانت أول حاجة كانت ليه نشتري من على الانترنت هي الفكرة بس كلها في حاجة ده رحمن بيقول ليه الأخبار الأخبار كويسة عبدو طيب خلينا بس نقول حاجة كده الصوت تمام عشان محمد بيقول انه هو آه تمام كويس طيب ليه تشتري من على الانترنت أصلا برا مصر بس أنا حابب قابليها بلقطة بس أقول لكم ليه أنا اللي هكلمكم على علي إكسبريس أو على الشيرة من على الانترنت أنا الحمد لله من 2003 ل2016 بشتغل فول تايم جوب وبعد كده قررت من سنتين أن أنا أشتغل فول تايم مع بار تايم وأفوكس على الشغل بتاع الإنترنت والإستراد والبيع أونلاين وكده بعدها أخذت خرار شهر تمانيا اللي فات سبت شغل الفول تايم تماما وبقيت شغال بار تايم بس شغال في جوجل في الكواليتي تيم بتاع الشرق الأوسط وستورد لنفسي وستورد لنفسي وببيع على صفحتي بقيت لديه سنتين تقريبا بالضبط من 15-12-2015 في الفترة وستورد لن أقل من 100 ألف قطعة الحمدللس توردتها من الصين من غير مسافر الصين ولا مرة وهذه الفكرة القضية كلها انت عشان تروح الصين وتتفرج على حاجة وتجيبه وتجيبه بتلاقي نفسك ممكن قبل التعويم كنت ستصرف مثلا 7000 جنيه لو انت هتكون لتونة معلبة جايبها معك لو انت هتقعد قعدة حلوك وتتصرف مثلا 10-1000 جنيه ولا حاجة دلوقتي بعد التعويم ممكن يكونوا 15-17 فانت برخم واحد بتوفر كل ده وكمان معك بتاخد وقتك كويس او في التفكير في اللي انت بتشتري والكلام ده كله طيب فليه أنا بكلمكم على الموضوع ده لانه أنا الحمد لله اشتغلت في الموضوع ده بشكل كويس عايز أوريكم مثلا الاكاونت بتاعي على علي إكس بريس كده احنا نقلنا ما بين الكاميرا اللي قدام واللي ورا يعني أنا مثلا عامل زي ما انا شايفين 10 صفحة بلس دي الحاجات اللي أنا اشتريتها يعني ثرو علي إكس بريس وطبعا أنا شاري من من بره علي إكس بريس كتير برضو طيب الحاجة التانية بقى جزائلة الاولانية توطور في المحاضر هو احنا ليه لاحظون هو احنا اصلا نشتري من على الإنترنت فكرة الإنترنت كلها ان انت قدامك مجال واسع جدا وكبر جدا جدا تقدر تشتري منه مش مضطر للحاجات الابشنز او الاختيارات اللي موجودة في مصر بس مش مضطر للبغندات الموجودة في مصر بس مضطر للأسعار اللي موجودة في مصر لانه عن تجربة يعني انا تقريبا لبسي بتاع البيت واللبس الخروج وكل حاجة بقيت بجيبهم برا لانها احسن في الكواليتي ويهي ارخص في السعر وده ليه لان انا موفر المستورد وتجري الجملة وتجري القطاعي انا مني للستور على طول اللي هو اللي بيدي للتجار فبالتالي طبعا الميزة ان انت بتعرف تجيب اسعار كويسة قوي وتجيب حد الكواليتي بتاع كويس انا اريد اقول لك ان حتى الشغل بتاع علي اكس بريس بتاع الصين احنا دايما بنقول احنا عندنا مشكلة ان الصين شغلها وحش لا احنا عندنا مشكلة ان الحاجة اللي بتيجي من الصين لمصر شغلها وحش لكن انا قريبي في كندا بنعميتي دايما كان يقول احنا احسن حاجة بنشتري الصين وانا جربت الكلام بنفسي لما فعلا بقيت بجيب حاجات لنفسي قبل ماشتغل في الموضوع ده كبزنس يعني لما بقيت اجيب حاجات لنفسي شخصية كانت بتيجي بأسعار كويسة قوي قبل التعويم وكنت بهاي كواليتي وزيها كأنك بتشتري من اوروبا يعني كأنك بتشتري من قديد في الكواليتي ده يسيب من البرندات وكانت بتبقى حاجة رائعة فداليا تشتري من على الانترون تشتري حاجة اجود او جيدة وهتشتري حاجة رخيصة وهتشتري حاجة انت بتوفر فيها فلوس كتير الناس اللي بسألني انت بتسجل بمايك ايه الحقيقة ده الموبايل بس انا حطت الموبايل على الشاحن وحطه على ستند وبسجل منه دايريكت لي بس انا عشان قاعد في البيت وعمل لهم ارهاب وكده قبل ما نبتدي المحاضرة فمفيش صوت غيري فعشان كده الصوت طلع كويس طيب ده ليه نشتري من على الانترنت طيب الحاجات التانية نشتري ايه من على الانترنت في مصر احنا عندنا كلكيعة كبيرة جدا اسمها الجامارك والضرايب فعلشان الجامارك والضرايب بالذات انا لا انصح انك تشتري من على الانترنت غير الحاجات اللي وزنها وحجمها خفيف فلو انت جايب مثلا لو ستشتري لبس او الالكترونيكس او مثلا موبايل او هتشتري حاجات صغيرة في الحجم افكارها كويسة هدايا مثلا زي ما قلنا لبس الحاجات دي كلها اي حاجة ما يزدش ابعدها عن 20 في 30 في 30 مثلا كارتونة وما يزدش وزنها مثلا عن 4 5 كيلو اشتري وانطم الطم لان فيها ميزة قوية جدا ان انت مش ترفع عليها جمارك وضرايب كتير مستلايكلي طيب فده ايه اللي تتركز ان انت تشتري من على الانترنت طيب انا بتكلم برضو على مصر الناس لو في ناس كتيرة بتتبعنا من برا مصر لو انت مثلا في الامارات في الدول او في دول الخليج كلها الدول اللي ما فيهاش ادوية او ما فيهاش حاجات حية حيوانات اشتري ما يهمكش وما فيش اي مشكلة خلص لكنا هنتكلم على مصر بالذات يعني طيب فخلينا نقول ده خلاص تشتري ايه من على الانترنت طيب ثالث حاجة افضل مواقع الشراء للاشياء المختلف نبص احنا مثلا عندنا رقم واحد طبعا هو علي او مجموعة علي اللي هي علي بابا وعلي اكسبريس عليبابا دوت كوم وعلي اكسبريس دوت كوم ده رقم واحد على المستوى العالم في الشراء علي بابا ده مختص به الشراء التجار والكميات وكده ونادرا لما تلاقي عليه حد بيشتري بالقطع او لما تلاقي عليه تاجر بيعرض بالقطع كويس ده الحاجات التانية وهي مهمة انه علي بابا اكسبريس هو اللي بيبيع للأفراد وده اللي ممكن يعني كثير من الناس هي عايزة تشتري حاجات لنفسها فهاتس اوكي هو انت عندك علي بابا للتجار علي اكسبريس للأفراد مستلايكلي ممكن انت طبعا عادي ان انت تشتري من علي بابا حاجة للأفراد ومن علي اكسبريس حاجة للتجار لكننا نقول الاقرب للناس شغال علي طيب عندنا طبعا موقع مشهورة جدا مثل مثلا اي باي وزي امازون فيها ويتفوكس على عاجات تانية مثلا اللبس مثلا اغلب الناس اللي بتحب تشتري برندات في اللبس بتشتري من علي بابا لكن قصدي بتشتري من امازون لان امازون طبعا امريكي فبالتالي عليه فرايتز عالية جدا من التجار ومن البرندات المعروفة والمشهورة واللي احنا بنحترمها ويتلاقي عليها اسعار كويسة جدا طيب في ناس بتقول لنا ايه هي احسن المواقع اللي نشتري منها من عن نت وبعد كده يبقى فيه فندور او وسيط في النص يجيب لنا الحاجات زي ادفاعلي مثلا على سبيل المثال او زي لينيكس والكلام ده فانا الحقيقة انا وزميلي جربنا المواقع دي في الشراء انا شخصيا لا احبزها طبعا احنا بحترم السيستم وبحترم كل الناس اللي شغال فيها لكن انا بقول ان احنا الجروب ده اصلا اللي هو بيعنى بالسوشيال والناس اللي بتحب الانترنت وبتحب السوشيال ميديا وبتحب التكنولوجي والكلام ده الناس دي مش محتاجة المواقع دي عشان تستور حاجة او عشان تشتري حاجة لنفسها حتى هي الكلام ده كله ممكن تعملها توتالي بنفسها احنا كافراد نعملوا لنفسنا وهنجيبه ليه بقى انا بقول مش بفضلهم عشان حاجتين اول حاجة لان انا هجيبه بنفس السر اللي هو بيجيب به واقل فبالتالي انا هوفر العمولة اللي هو بياخدها الاهم من كده الوقت لان انا زمايلي اللي اشتروا عن طريق مثلا بعض المواقع دي الحاجة كان بتأخر عليهم بالشهرين بدون داعي اه وانا مسلا فمرة طلبت من موقع بعد ما اشتركت في اشترك سنة ودفعت فيه مبلغ محترم كان بالجنيه مش عف دفعتك في ال 365 جنيه حاجة زي كده في السنة طلبت منهم حاجة ردوا علي بعد شهر في تمانها والجمرك والدرائب بعد شهر ردوا علي بعد شهر لكن انا لو انا اللي بشتري لنفسي انا كنت في لحظتها على طول اللي بشتريت في شيء مشكله طيب فدي جزء مهمة يعني انا بقى بفضل ان انت اللي تشتري حاجتك بنفسك ازلونج ات عرفت ايه هي احسن المواقع اللي تعرف ان انت تشتري منها فزي مثلا ما قلنا في الليبس الناس كتير بتشتري من امازون مثلا وفي الالكترونيكس والحاجات الصيني لبس وغير لبس من امازون على فكرة هو امازون مثله في البرندات لانت عايش شير برندات خش الشير من امازون لكن لو انت وي باي وكده لكن لو انت عايز تشتري فيه برودكت مثلا بتبقى على علي اكسبريس بنص سعرها على امازون نفس البرودكت على فكرة كل حاجة هي هي مفيش افرق بس لانه ده بيبيع لامريكا فبالتالي على الحاجات دي بعدين يعني شوية مميزات موجودة على علي اكسبريس مش موجودة على امازون لما بتجي تشتري طيب اشتري ازاي انت دلوقتي عشان تشتري انت محتاج تعرف الموقع ومحتاج تعرف انت عايز تشتري ايه من عليه ومحتاج تعرف السعر وبعد كده محتاج تدفع الفلوس فعلشان تدفع الفلوس احنا طبعا عندنا كذا طريقة للدفع والموضوع ده ما فيهوش كلمة واحدة في مصري يعني هو دايما عمال بيتغير كل شهرين ثلاثة بنلاقي الليميتات اتغيرت وعلى حسب بالظروف بتاعت البلد وتوفر الدولار والكلام ده لكن من الحاجات اللطيفة دلوقتي انه بنك مصر رجع تاني يدي 15000 جنيه ما يعيد 15000 جنيه فده رقم كويس اوي لو انت عايز تشتري حاجات محمد بيقول بالله عليك تحرفني ازاي سكتة في البين نايمناهم بدري يا محمد العيال نايمناهم بدري المهم فاحنا بنقول انه ان انت محتاج تدفع فبنك مصر بقى بيدي ما يعيد 15000 جنيه في الشهر الكرت سهلة اوي انك تطلعه مش محتاج اتشار لتر ومش محتاج اي حاجات بسرط بطاعتك و25 جنيه بتستلمه بعد اسبوع او 10 تيام ويديك 15000 جنيه في الشهر او ما يعود لهم بالدولار بياخد نسبة قليلة 3-4% دلوقتي 8-9 بس يقللوها ووصلولها 3-4% عيب الوحيد ايه عيب الوحيد ان انت بس لما بتعمل الايداع بتستنى من يومين نص الطروت ونص الثاني ضعف البريد هنتكلم على مسألة الشحن دلوقتي ان شاء الله فخلينا نقول انه يبقى انا دلوقتي هدفع بايه هدفع بالكارت بتاع بنك مصر سهلة قوي و15000 جنيه ده رقم محترم يعني في الشهر وكده لو انت عايز تبتري تجرب او تشتري الناس اللي عايز اكتر من كده وانا اعرف هو عايز يدفع بكام تقريبا في الشهر واقول له ايه احسن حاجة يقدر يدفع بيها لو عايز يدفع رقم كبير سواء في علي اكتبريس او في برامج او بيستورد برقام ويدفع الانترنت او حتى اعلانات طيب بعد كده لماذا علي اكتبريس قلنا انا بفضل لي علي اكتبريس طيب التفاصيل بقى الداخلية للشرة ازاي اشتري من علي اكتبريس يعني خلونا وطول الموضوع الاشتراك في الموقع سهل جدا دي الشاشة يعني بتاعت الموقع الاشتراك في الموقع جماعة سهل مفوش اي حاجة صعبة مثلا او اختراع يعني خالص سهل خالص نيكستاتو بتاعتو بتدخل بس اسمك وايميلك والكلام ده ويبعتولك على الايميل تفعيل وبعد كده بتعمل بتاعي بتاعي هما عندهم بيديك شوية مميزات بس مش جامدة قوي يعني بس تعمل خدمة العمل هتكون احسن على حسب بس انتكمية الحاجات اللي انت اشتريتها يعني فخلونا مثلا ايه انا قدامي دي خلينا نشوف حاجة ايه يعني بص عندك يعني شكلها بس لما تفتح هتشوف ادي ايه يا حاجة عظيمة سعرها سبعة ونص دولار طبعا خلينا من انه السعر الستة دولار بتبتلي من ستة دولار طبعا ستة دولار ده قبل التعويم ده كان حاجة روعة يعني لكن دلوقتي يقول ستة في عشرين بكام يعني 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 اللي هتنزل عليها طب انت لما تشتري استطارة دي اوفلاين يعني من الارض هتوقض بقى تشتري وماشي وتفصل ومش عارف ايه وتطلع حاجة مش على مزاجك او تطلع على مزاجك انت وحظك هتلاقي نفسك بتشتغل مثلا بتتكلم مثلا في الف جنيه استطارة بألف جنيه احنا السائز ده اللي هو متر السعر ما تغير شي لو اخترت سائز اعلى من كده هتلاقي السعر يتغير شوية يعني ده مثلا متر ونص سائز المتر ونص هتلاقي السعر اللي ما بتجي بتشتري بتلاقي السعر اغلى شوية فخلينا نشوف ايه السائز اللي هو المتر ده فانا بقول له حاجة من عايز شكلها كمان ايه ولا انت عايز الماتيريال بس عايز بس السطارة ومش عايز معها اكسسوارات او كده وبعدين تقول له عايز كم قطعة فانا هقول له ان انا عايز قطعة واحدة كويس بيقول لك بليز بليز سيليك كونتري وانتو شب فروم هو انت عايز تتبعت لك منين كمان وده اوبشن مش موجود كتير عادة بالحاجة بتتبعت لك من الصين بس هو هنا بقى بتديك اوبشنز كمان لو فيه بلد اقرب لك فخلينا نقول ايه انا بس مش اشايف زي اختر حاجة هنا مش يعني بيقول لك بس مش بين فخلينا نجرب ماشي هو كمان حطت لك لها بالمقاس ده عمل سبعة وستة من عشرة دولار وبانت صورته من على الجنب هي عشان تبقى شايف هو شكله عامل ازاي وفيه كمان شوية صور تانية يجيبه لك وهو مفروض وبعدين وهو متنية بس يمكن عشان احنا بنعمل لايف وانا رخل على الواي فاي فمش عارف يحمل بسرعة بس الشاهد انت بتشوف الصور بتاعته بحيس انت بس تبقى متطمن انها دي حلوة من قريب ومن بعيد وكل حاجة زي الفل فاخترنا كل المفروض بس لسه في حاجة تقريبا انا قلت باي ناو فدلوقتي بيقول لي اللي هي البيانات اللي انت هتبعت عليها انت طبعا بتبقى مسجلها ولو عايز تعمل لتغير البلد او العنوان او الاسم او رقم التليفون او الكلام ده دي حاجة الحاجة التانية بيقول لك هنا في حاجة اسمها علي اكس ستاندرد شبنج نجي بقى لحطة الشبنج دلوقتي انت علشان تشتري الاستطارة دي عرفت تمنها بس تمنها لا في حاجات تانية بتدفع بتدفع الشبنج اللي هو الشحن وبتدفع لما توصل لمصر جمارك ودرايب دول خليج كلها مفيهش جمارك ودرايب فطبعا بتوفر لو انت هتشتري في دولة من دول خليج ده هيوفر عليك جمارك ودرايب لكن في مصر في جمارك ودرايب علي اكس بيتميز بميزة جمدة جدا عن امازون ان اغلب المنتجات اللي عليه فيها شحن مجاني امازون مش كل المنتجات اللي عليه فيها شحن مجاني ممكن لا نقول انه قليل منها اللي فيه شحن مجاني طيب شحن مجاني ده يعني ايه يعني الصين الله يبرك لهم يا رب في تجارتهم يعني ويهديهم للإسلام الصين عاملة زي نشاط كبير جدا على مستوى الصين كلها اللي هي ربع تعداد العالم بيقولك لو انت تاجر احنا هنشجعك ان انت تصدر احنا هنشجعك للاحاجات كلها مزنوعة في الصين احنا هنشجعك انك تصدر طيب هنشجعك انك تصدر ازاي ان انت هتعمل شحن بتاعك هنشحن لك جوي هاخد وقت شوية بس هنشحن لك جوي almost ببلاش تقريبا ببلاش فالاستطالة دي زي ما احنا شفنا الشبنج بتاعها عامل كم عامل عامل يعني 0.76 دولار يعني عامل 75 سنت يا جماعة يعني اقل من دولار يعني هتشحنها هتشحنها بهبل يعني هتشحنها مثلا بقول مثلا بخمستاشر جنيه هتشحنها من الصين طيران لمصر بخمستاشر جنيه طبعا ده بقى دي الميزة بقى الفعاليكسبريس اللي مش موجودة في كتير جدا من المواقع التاني دي ميزة قوية عندهم ميزة تانية الحقيقة مهمة برضو اولا نسيت اقولها البروتاكشن انه عليكسبريس هو وسيط زي ما الناس كاتبة فعلا زي ما حمد فاروق بيقول يعني هو وسيط فعلا الميزة ايه انه هم بيديش الفلوس للفندر للراجل قصدي ما بيديش الفلوس للسيلر للراجل اللي بيبيع ما بيعملش ريليس للفلوس غير لما اشرحنا توصلك وانت تبقى راضي عنها او يعدي وقت معين فبالتالي هم بيقولوا انت مثلا انت ما اتكسلت ما روحتش تجيبها بس عدى وقت مور ذن انف فبالتالي خلاص هي الشحن اكيد وصلتك فبيعمل ريليس للفلوس طيب فده معنى ايه معنى ان انت لو السلعة جتلك بايزة وده ردا على الاخونا اللي كان بيقول انه عندنا مشكلة ان اشتريت ونص الطرود بزت في البريد المصري وكده لا انا شخصيا في مرة مثلا من المرات اشتريت جوانتي كان ضد القطع اول مجالي وعملت شكوى على طول في ساعتها رجعوا لي ثمن الجوانتي انا كنت شاري اتنين وانا قطعت فردة من الاتنين فبقى معايا ثلاث فرد سلامي رجعوا لي فلوس الاربع فرد يعني من بتوع الجوانتي بالكامل زائت ثمن الشحن بالكامل كمان نظر ان هو نصب علي وقال ان هو ضد القطع هو ما طلعش ضد القطع فرجعوا لي الفلوس كلها معادة الجمارك والدريب لان طبعا دي خوص بقى هم اصلا ما يعرفوش هي كام ومش هيصدقوني فيها يعني فبالتالي امتدفعت انا الموضوع ده الجمارك والدريب بس لكن استفدت طبعا فكذا مرة الحقيقة يتعملي او يتعملي ريفاند على حاجات التاجر يضحك علي فيها يعني او يتنصب علي فيها فده ميزة قوية جدا موجودة في علي اكسابراس مش موجودة في امازل مش موجودة في كتير نادرا جدا لما ما تعرفش تخطو حقك نادرا جدا يعني لما ما تعرفش تخطو حقك مرة في ساعة شريعة قالوا لي رجعها لنا نصلحها لك ببالاش بس طبعا انا عشان اشحن اصلا الساعة كتكلا بعشرة دولار فعشان ارجع الساعة الصين تتصلح ببالاش بترجعلي تاني كان اكتر اصلا من تكلفتها فما عملتش ده لكن انا بقولكم انه قد ايه هم حريصين على العملة بتاعهم فدي ميزة قوية طيب خلينا نرجع بقى نقول انه الشحن خمستاشر جنيه بيوصل لك في وقت ايه ده مهم بيوصل لك في حوالي عشان احنا في مصر خمسة واربعين يوم علشان بيبقى الحاجة مش لما بتدخل بتجيلك على طول الحاجة لما بتدخل بتعدي على هيئة البريد المصري وهي هنا فيه معلومة مهمة اوي لو انت عايز تشحن تعمل شابنج بسعر رخيص جدا او ببلاش ده موجود على علي اكسبرس بيطول شوية طيب لو انت عايز الحاجة بسرعة مستعجل عليها يعني انا في مرة كان عندي عربية صيني وكان الازاز اللي جنب السواق ده المكانة ما بتطلعش وتنزل رحت التوكيل ما لقيتهاش نزلت التوفيق ما لقيتهاش دخلت في علي اكسبرس وعادت قلب جامد يعني فعلي اكسبرس وعلي بابا لقيتها الحمد لله فلما لقيتها قطعة الغيار دي كانوا هيبوا على في التوكيل قالوا لي من 800 لألف جنيه وقفت عليها بالجامريك بالضرائب بالشحن ب600 جنيه المكانة يعني فالمهم وكان ده بعد التعويم يعني بالغالي كمان المهم ان انا جبت المكانة وركبتها وكل حاجة بس انا كنت عايزها بسرعة فما كانش عندي لانك انت تشحن شحن سريع عن طريق دي او اراميكس مثلا او فيديكس او كده ارخص حاجة خلص بتبقى اراميكس عشان برضو اجيب لك من الاخر ارخص حاجة سريعة هي اراميكس اراميكس طبعا شركة انترناشنال اللي بداني عندهم حلوة وناس بيفهموا يعني وكل حاجة فشحنت بتاعت بتدفع مثلا بتتكلم مثلا 15 دولار مثلا فانا فرق من دولار اللي هو 20 جنيه ل 15 دولار اللي هو 15 في 20 مثلا ب600 جنيه ولا حاجة قصدي 300 جنيه هو فرق كبير هو فرق مش قليل لكن انت انت اللي محتاج لحاجة في اسبوع انت محتاج لحاجة في اسبوع عشر تيام فخلاص يعني ما ادفع عليها غالي مش مشكلة وفي نفس الوقت انت لو انت شاري حاجة معينة عايزها عشان انت عايزها او مزنوق لها فانت مش هيبع عندك اي مشكلة ان انت تدفع للشحن السريع زي مثلا لو انت هتستورد كمية كبيرة من حاجة صغيرة مثلا اي وليكن اي حاجة مثلا عايز تستورد جبت مثلا سلسلة مفاتيح عجبتك فهتستورد منها 500 حتة فال500 حتة دول اصلا كلهم على بعضهم هيعملولهم لو هي حاجة خفيفة ممكن يعملولهم مثلا 5-6 كيلو طبعا انت بتسأل التاجر يقول لك الابعاد بتاعت الكارتونة والوزن لان ده مهم برضه هقول لكم مهم ليه فانت لقيتها 5-6 كيلو فخلاص دي مقبولة وما فيش مشاكل واجبت الحاجة عن طريق اراميكس فانت بدل ما تستنى 45 يوم عشان العقد على الاستثمار يعني الانفستمنت ليه تستنى 45 يوم طبعا ممكن تزود انت مثلا هتزود لك 400-500 جنيه عام شحن طب ما انت تجيب 500 حتة يعني الواحدة هتشيل جنيه شحن عاية طوز يعني فهتقوم نجيبها بالشحن بتاع اراميكس ويكون ساعتها قفيد لك كويس طيب فاحنا قلنا ان احنا البتاع دي نجيبها بدولار نرجع تاني للستارة هتجيبها بدولار فهي واقفة كلها على بعضها بالشحن بالسرطار بالباب غنوك بتمانية دولار وشوية وهتدوس pay now وطبعا انا مسلا اختار الطريقة الدفع بتاعتي اللي هي فيزا من ضمن الفيز كويس طيب هو بيقعد يحمل شوية وبعدين يطلع لك صفحة ويقول لك احنا ايه عرفنا نسحة بالفلوس فخلاص كده الدنيا بتبتدي تعمل لها processing او زي ما حصل عندي هنا لان طريقة الدفع دي مش ما فيهاش اصلا فلوس يعني انا مفضل الفلوس اللي فيها فقال لي payment field كويس طيب لو هي مش field فانت بتكمل عادي وكل حاجة طيب نرجع بقى تاني لجزئية شوية الحاجات اللي قلنا عليها علشان ملبس عشان ما جيبش حاجة وهنا في مصر زي ما احمد فاروق بيقول الجماريك والضرايب والموافقات هنا في مصر اخبارها ايش في الشواحن والسماعات في الشواحن والسماعات ما فيقاش مشكلة هتخش عادي طيب بس انا عشان اتطمن لان انا انا مسلا في مرة جيبت سكوتر كده بتاع مية اللعبة يعني فاخد موافقة مسطحات ما ايا مسلا يعني استلامت بعد ست شهور موافقات تقريبا طيب عشان اتطمن الحركة الصح اللي عملها ايه هتروح البريد المصري والجزء دي مهم او يا جماعة هتروح مركز البريد المصري اللي موجود فرامسيس مشهور هو قوي واللوجو موجود بتاع شكله شيك او من برا من جوا هتشوف بنفسك يعني مده الشياك اللي احنا فيها المهم ان 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 تخش جوا تطلع الدول الرابع هتسأل في حاجة اسمها الصالة اللي بيجي عليها الحاجات اللي بتعمل عليها تشك يعني فهتقول لهم يا جماعة انا عايز اسأل على منتج انا عايز اشتري او حاجة عايز اسأل هي هتاخد موافقة ولا لا وهي تقريبا جماركها وضرير بها كام فانت كده استفيد حاجتين اول حاجة هتعرف الحاجة اللي انت هتدخلها دي بالكمية اللي انت هتدخلها بالوزن اللي انت هتدخله بكل حاجة والناس انك صادقين وهيرد عليك بمنتهى الامان فانت هتقول والله انا عايز اشتري 200 سلسلة طبعا انت الكلام ده كله احنا بنفترض على ان هتبعد تبع البريد المصري اللي هو الرخيص اللي بياخذ 45 يوم فانت هتقول له فهتروح هناك تقبل اي حد اللي في الدول الرابع ده في الصالة بتاعة تستلام البضائع من الخارج وهتقول له حركة انا انا عايز دلوقتي هجيب متين سلسلة وزنهم قد كذا وتمن هم قد كذا اول حاجة محتاجين موافقات ولا لأ هيقول لك محتاجين موافقات ولا لأ لأنه في حاجات انت ممكن تشوفها عبيتها قوي بس محتاجة موافقات خزعبلية حصل لك ما تجيبهاش زي سمارت ووتش ما تجيبش سمارت ووتش انا بقول لك ما تجيبش ليه او مثلا عربية بس المدى بتاع ريموت كنترول عالي شوية ما تجيبهاش انا بقول لك برضو ما تجيبهاش ليه لانه هيقول لك دي محتاجة موافقة من جهاز امن الدولة ومن النترا الهائق القومية لتنظيم التنظيم التنظيم للاتصالات واتلاقيها لها يعني سكاكها مع ادو في الاخر ما بتوصل فأنت اريح حاجة اريح حاجة ان انت تروح بنفسك تمن وكام هو هيدرب هالك على الاحزب هيقول لك انت تدفع عليها جمارك وضرائب وفي نفس الوقت انت الحاجة دي ينفع تدخل او محتاجة موافقة وتسأله برضو بعد اذنك بالامانة القول هل الحاجة دي موافقتها سهلة ولا هتغلب ني هو هيقول لك برضو بامانة هي الحاجة موافقتها سهلة ولا يبني موافقتها صعبة بدلش منها فانت تبقى كده الحمد لله جايب الحاجة وانت متطمن وزي الفل وما عندكش اي مشكلة يحيا بيقول لي هم بيطلبوا في اوقات بطاقة وسجلة تجاري اسأل اسأل انا والله انا عايز اجيب كمية كذا وزنها كذا وسعرها كذا هل محتاجة سجل بطاقة وسجلة تجاري ولا لا الحاجات الصغيرة الأوليلة كل الحاجات الشخصية ما بيطلبوش فيها الحاجات اللي انت جايب كميات عادية برضو عشر رمس ما بيطلبوش انا كنت بجيب حاجات ممكن توصل لالف خطأ وما كانوش بيطلبوا على فكرة سجلة تجاري وبطاقة ضرابية لكن ممكن في حاجات يطلبوا فعشان كده انت محتاج تسر طيب ده لو انت هتجيب بالبطيء الرخيص طيب لو انت هتجيب بالغالي السريع اللي هو هتجيب عن طريق اراميكس او دي اتش ولا بسيطة جدا انتخش على الانترنت على جوجل هتقول يا جماعة لو سمحتوا هتدور على جوجل على رقم الشورت نمبر او الهوت لاين بتاع اراميكس او دي اتش طيبا ارخص حاجة ما قلت اتصل بيهم يا جماعة انا هجيب كذا 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 محتاج موافقات ايه وتقريبا هدفع عليها جماريك ودرايب دي طيب انا عايز اقول لك ان انت هتدفع جماريك ودرايب تقريبا قدي تماما للحاجة يعني احنا الحقيقة شفنا كتير يعني وساعات كنت بتجيب حاجة مثلا تماما خمسين جنيه تدفع عليها كمان خمسين جنيه تبقى صعبان عليك لكن انا برضو بالمقارنة لما كنت بستورد يعني او باشتري لنفسي الحقيقة بالمقارنة لأ كنت بلاقي في الاخر انا معي برودكت نظيف جدا وسعره زي الفل باشمانس اكرم بيقول هو عايز العنوان تاني لو انت اصدق على رامسيس اه البريد المصري هي هيئة البريد المصري اللي موجودة في رامسيس هي مبنى ضخم جدا وكبير وعليه اللجو في السريع اللي هو بيبقى الشحن بتاعه غالي شوية ارامكس او دي اتشال اللي بتجيب رقمه من على النت ويتتصل طيب دعنا ننقل لنقل نقطة اللي بعديها لكي احنا مش عايزين نطاول على الناس في التفاصيل كتير يعني طيب الفصال هل علي اكسبريس عليه فصال ايوة علي اكسبريس عليه فصال وهي مفاجأة يعني انا اعرف ناس صحابي كتير جدا بيشترون علي اكسبريس وما يارفوش انه علي فصال اصلا وانا كنت منبهري يعني في مرة بس انا صعبت عليها نفسي كده كنت باشتري حاجة كمية وصعبت عليها نفسي يا انا جايب كل ده ويا طب اكيد اكيد انا مختلف عن اللي شاري قطعة فابتديت اتكلم مع الراجل خط رقم وابتدي اتكلم مش غيرضو وفي ناس اجريسف قوي في ردود افعالها لكن لو انت هتشتري كمية لو انت تشتري عشرة وابتدي لازم تفاصل ولازم تاخد منه اللي تقدر تاخده منه يعني تقلل بقى من تمن الشحن تقلل من تمن المنتج نفسه وكلام ده في ناس صحيحة مهمة قوي في الباكتجينج يا جماعة لما بتيجي تشتري حاجة لازم تتأكد من التفاصيل يعني مثلا ات عجبك عجبك مثلا سلسلة حلوة كده طعم بيبيعه فضة ودهب والماز وبيبيعه اكسسوريس وبيبيعه كل حاجة فانت عجبك حاجة حلوة شكلها معروض انها بسلسلة لازم تسأله هي دي دلية بس ولا دلية بسلسلة فانت لازم تتأكد ان دي دلية وسلسلة وتتأكد من الباكتجينج هتجيلي تري هتجيلي هتجيلي متقفلة في باكتجينج معين ويوريهولك برضو ويصورهولك ويوريهولك كل ده عن طريق الرسائل بتاعة الاكسر طيب يبقى انت عند فعالي بابا وعلي اكسر الاثنين تقدر تفاصل فيهم لو انت الشرك المية في سامح عوض بيقول لي طب انا لو مش في القاهرة الشحن عادي جدا هتقول عنوانك اللي مش في القاهرة عادي جدا هتواجهك بس مطب واحد بس لو انت حكتك متأكد انها مش محتاجة موافقات ولا اي حاجة هي هتجيلك لحد بيقول بس هتطول شوية يعني هتخذ لها مسلا اسبوعين فرانسيس وبعدين اسبوعين عشان تتواجه محافظتك وممكن اسبوع كمان علشان تاخدها من المكتب لكن في نفس الوقت لو بقى وجهتك مشكلة في الموافقات فطبعا هتضطر تروح رامسيس غصبة عنك لازم هتضرب مشوار محترم درامسيس عشان تخلص موافقاتها لو هي ليها موافقات ساعة الموافقات بتبقى ساعة بتبقى اكتر ممكنة يعني يقول لك لأ مثلا محتاجين عشان كده تسأل قبل ما تشتري ده يكون احسن لك يعني لأ بتقدر بتقدر باوس جل تجاري والكلام ده مثلا يعني او مسلا موافقة من الموبايلات مثلا بتحتاج موافقة من الجهاز قوم التنزيون للصلاة بس بتاخدها انت لك موبايلين في السنة حقك ان انت تستورد موبايلين في السنة هتدفع عليهم جمالك ودرايب اه هتدفع بس في الاخر برضو هتاخدوا بسعر ارخص ما تشتري من مصر بكتير والناس اللي بتجرب في العروض من اي موقع يعني بيلاقي لا بيلاقي في حاجات اسعارها لقطة ويسترم ها هنا مصر ارخص بكتير من السعر للتجار في مصر لانه زي ما قلنا فيه مستورد وتجر جملة وتجر تجزئ وفيه هصة يعني بتكسب فانت بتجيب دايركت يعني فريق وزقية بتاعت الشحن في المحافظات والكلام ده طيب احنا كنا بنقول هل هتدفع حاجة تاني غير تمن المنتج احنا قلنا تمن المنتج والشحن سواء بلاش او غالي زي ما انت عايز انت اللي بتحدد يعني على حسب احتياجك يبقى تمن المنتج وتمن الشحن وبعدين تمن الجمارك والضرايب اللي هو عن تجربة بيبقى تقريبا قد تمن الحاجة اللي انت بتشتريها تقريبا مئة في المية من تمن الحاجة اللي انت هتشتريها طيب هو طبعا ابراهيم سعيد بيتكلم في قضية مهمة جدا المشكلة لو انت جبت حاجة وعايز ترجعها طبعا دي مشكلة لان مصر غالية في احنا بس انا عايز اقولك انا في مرة شحنت عن طريق البريد المصري من مصر للامارات كانت باكتج بتاع 15 في عشرة في عمق مثلا 10 مش عن تاب 50 جنيه يعني ولا ما كانتش كتير فانت لو بتشتري تليفون مثلا ولا حاجة لا ده حاجة يعني عادي فيها 50 جنيه في ناس انا عرف ناس بتشتري برودوكت جماعة وبيشتري سولو وبيشتري قطعة يعني بيشتري حاجات بـ خمسة وستة الاف جنيه لانه لو اشتراها في مصر هاشتراها بعشرة و خمستاشر الف يعني تخيل مثلا تشتري تليفون مثلا مثلا زي التليفون اللي هو التليفونات دلوقات بقت أسعار غريبة ايفون مثلا حقك انك تشتري ايفون على فكرة وهيجي لك هنا بأسعار مختلفة تماما يعني انا مش متابع بعد التعوين بقت الدنيا عاملة ازاي لكن انا متأكد ان 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 لازلت بتجيب الحاجة بأسعار زي الفل اه مونس اكرم بيقول ان اراميكس عندهم خدمة شوبان شب وهو بيجيب لك الحاجات غير البيت وبيخلص كل الموافقة ده صحيح ودي ميزة موجودة في اراميكس وفي ده تشئله في الكلام ده ده كلام مظبوط يعني بس وانت برضو بتبعت له وبيقول لك انه فيه بقى جزئية هنا برضو عشان تعمل تراكينج للحاجة ودي لقطة مهمة علي اكسبريس بعد ما بتشتري او علي بابا بيديك حاجة اسمها تراكينج نمر ولو ما ادهولك شي او طرع غلط انت بتطلبه من التاجر بتتكلم التاجر وتقول له انا لازم تجيب لي التراكينج نمر بتخش على الموبايل انا مش فاكرة دلوقتي فيه بتعمل تراكينج للموضوع البريد المصري ليه موقع على الانترنت لو كتبت البريد المصري ودخلت عندهم تراكينج عندهم تتبعوا للشحنات وبيقول لك مش اكير يتقوي بس زريفي يعني بتعرف يا الحاجة في مصر ولا في دولة في النص ولا برا ولا ايه الدنيا فدم مفيد قوي انك انت تعرف حاجتك وصلت لحد فين ليه الكلام ده علشان لما الحاجة توصل لاراميكس وهم مثلا اتصلوا بيك وانت مرددش او كانت الفونك غير متاح او الكلام ده بتبع عندك ميزة كويسة قوي ان انت تقدر تشتري الحاجة اللي انت عايزها بتبع عندك ميزة ان انت تعرف هي الحاجة دي موجودة فين بالضبط عن طريق التراكينج نمبر وتقدر كمان تعرف ايه هي الموافقات اللي محتاجة ان انت تعملها وتبعتها لهم وكده فالمهم ان انت التراكينج نمبر لو انت خدت تراكينج نمبر اراميكس بتخش على الموقع اراميكس وتقعد تتابع كل كم يوم او تنزل الابليكيشن اللي انا مش فاكر وحطه لكم ان شاء الله في الفيديو بعد تعمله او تنزله اندرويد او او اس وتحط التراكينج نمبر بتاعتك وكل ما بيبقى فيه حاجة زيادة بيعملك هو ننتفيكيشن ويقول مبروك مثلا دي وصل مصر دي وصل السويد دي وصل محافظة الجيزة ده انت خلاص سلمها بكرة ببزريف بتتصل بيهم وتقول لهم بتتصل البرامج مثلا او بالبريد المصري بتخش على الموقع وتقول ما جماعيها دي وصل لحد فين بيقول لك والله دي وقف على كذا تعال هتخذ الورق او الحاجة المطلوبة وبتبقى الدنيا زي الفل ما فيهاش اي مشكلة طيب خلاص كده عرفنا ازاي تعرف قيمة الجمارك والدرايب بتاعتك طيب ازاي تخلص فانت محتاج تعمل الموضوع ده خلوني بس الباب يرن خلوني ناخد استراحة كده ونرجع تاني كمان خمس زي بالضبط نرجع تاني نكمل ولسيما الاسئلة يعني خلصنا فعايزين نشوف الاسئلة نرد على الاسئلة الناس